أعلنت لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي في حادث الاعتداء على مبنى الكابيتل بأنها تعتزم يوم الاثنين المقبل عقد جلسة تصويت على توصيات موجهة لوزارة العدل الأمريكية تتضمن تهما جنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دانالد ترامب في حال تأييد أعضاء اللجنة للقرارات فسيباشر المدعي العام التحقيق مع ترامب بسلطة القانون في تهم التمرد وعرقلة المصادقة على الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها الرئيس جو بايدن هل ستنجح اللجنة النيابية في مساعيها لتوجيه تهم جنائي لترامب في قضية اقتحام الكابيتل معنا من نيويورك الخبير في الشؤون القانونية دوغ بيرنز أهلا بك سيد دوغ بيرنز أولا ما توقعاتك بشأن التصويت في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين بشأن اتهام ترامب يبدو بأنهم سيوصون لوزارة العدل بثلاثة اتهامات جنائية إحداها بالتدخل في جهود الكونغرس طبعا للتصديق على نتائج الانتخابات في العشرين من يناير وأيضا الأمر الثاني هو التمرد ولا أعرف ما إذا كان هناك ثقل لهذا ثم التآمر أيضا لخداع الحكومة الأمريكية وذلك في الجهود الرامية مثلا لدعاء بأن آلات التصويت كانت قد عطلت وغيرها طبعا في يوم الاثنين سيكون فقط التقرير ولكن في يوم الأربعاء سيكون هناك تقرير مطبوعة وسنرى ماذا سيكون في التقرير التوقيت سيد دوغ بيرنز أليس مسيسا كما يقول الداعمون لترامب خصوصا وأنه يأتي بعد نحو عامين من أحداث الكابيتل وقبيل نية ترامب الإعلان عن ترشيحه للانتخابات عام عشرين أربع وعشرين أعتقد بأنها مسيسة نعم وربما بمستوى عال فالآن أنت سألتيني مثلا عن التأثيرات لقد امتدت القضية لثمانية عشر شهرا لقد قادوا الآلاف من الحوارات والاستجوابات وهناك آلاف من الوثائق وكانت هناك جلسة استماع أكثر من عشرة جلسات استماع الآن الولايات المتحدة طبعا بعد أسبوعين وثلاثة سيكون مجلس النواب الجديد بالأغلبية الجمهورية تذكروا وهذا مهم بأن وزارة العدل طبعا ليست ملزمة باتخاذ إجراءات بناء على تلك التوصيات ووزارة العدل أيضا لديها تحقيقها الخاص بها الآن طبعا الإعلام في الولايات المتحدة العديد منهم ذكروا ذلك وسؤالك طبعا يسب في هذا الإطار بأن هذا رمزي أكثر هم يقومون بهذا الأمر بالاثنين والأربعاء هذا أمر رمزي وطبعا جاك سميث الذي طبعا وضعته وزارة العدل نظر في هذه القضية والسيد سميث أيضا سيقرر بطريقة مستقلة وربما لن يتوافق تماما مع ما تفعله اللجنة لأن هذه اتهامات مسيسة بكل تأكيد ترامب ما هو مصيره برأيك في حال كان هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة لهذه القرارات إذا كان هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة فما يحدث هو أنهم سيطرحون هذه القضية على وزارة العدل ووزارة العدل يمكن أن تتقدم إلى الأمام أو أن ترفض ذلك فلديها نفس القدرة أو السلطة فيما يخص أي قضية جنائية إذن سيكون مفاجئا ربما جدا لو أنهم أخذوا التوصيات ثم نقلوها كما قلت هناك جاك سميث الذي عين من وزارة العدل وكل شيء يتعلق بسادس من يناير سيمر عبر سيد سميث ولكن ردا على سؤالك وبوضوح ربما لو أن وزارة العدل أرادت فيمكن نعم أن تأخذ القضية إلى الأمام وتلاحق السيدة ترامب فيما يخص ما حدث في يوم السادس هل ترى بأن هذا الأمر سيضعف من موقف ترامب؟ هذا سؤال وجه جدا ومن الصعب أن أجيب عليه لأن هناك طبعا جانبين فالبعض يقولون نعم هذا سيضعف الرئيس ترامب لأنه يخضع للتحقيق ولكن هناك آخرون يقولون بأن الأمر مسيس أكثر منه قضائي ولكن الناس يقولون لا هذا سيساعده لأن هذا سيلعب في صالحه وفي القاعدة التي يقولون بأن أعداءنا السياسيين كانوا ضدي منذ أول يوم منذ أي يوم أعلنت فيه في ترامب باور في 2016 عن نية الترشح طبعا نحن نعرف هذا الخطابة من ترامب وأنصاره طبعا وكان هناك تقرير مولر وإذن كل هذه القضايا أعذرني فقط على المقاطعة سيد بيرنز الحزب الجمهوري على ما يبدو لا يدعم ترامب كما كان الأمر قبيل عام 2016 ألن يكون هناك تأثير برأيك وسيكون ضربة قاصمة لترامب؟ كنت أعطيك فقط الجانبين لم أقل بأي جانب أفضل أنا أفضل الجانب الذي يقول بأن هذا سيضره ولأسبابك الوجيهة وهي أن الثلثة أو أن النخبة من الجمهوريين بكل تأكيد يريدون الابتعاد ويبتعدون عنه لا شك في ذلك هناك مثلا رون دي سانتس حاكم فلوريدا والذي يبدو بأنه يلقى أو يحصل على الزخم السياسي الآن إذن من الجانب السياسي أعتقد بأن هذا سيضر ترامب وسنرى كيف يمكن أن يتحقق هذا بنظر إلى داعميه والذين يصوتون عليه ولكن العديد هنا في نيويورك يقولون أن إعلان ترامب لم يكن لديه نفس الطاقة والزخم الذي حظي به في 2016 أشكرك سيد دوغ بيرنز أعذرني عن المقاطعة الخبير في شؤون القانونية من نيويورك شكرا 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 شكرا